صباح الخير علينا وعليكم مشاهدين مشاهدين نايل لايف شبكت انت ان النهاردة يوم الجمعة ستاشر تلاتة يا رب النهاردة يعدي عليكم وعلينا ان شاء الله بالف خير واحنا طبعا في مصر بدأنا العد التنازلي خلاص لانتخابات الرئاسة وعندنا النهاردة فقرات كتيرة جدا في نهارك سعيد بس الاول اصبح على اشرف صباح الخير يا عشر صباح الخير يا امان صباح الخير مشاهدي نايل لايف ونهاركم دايما سعيد مليان بالامل والتفاؤل وخصوصا انه مبارح النائب العام قرر احالة خمسة وسبعين شخص مسؤول عن مسبحة بور سعيد التراس الاهلي اخيرا لاول مرة الناس ابتدت تحس ان فيه ناس اخطأت او ساهمت في الخطأ او ارتكبه بقصد اي زنب وفيه حد حيحسبه طبعا انا بتكلم من بداية سورة خمسة وعشرين الناس النهاردة عندنا فقرة خاصة بالمنظمات الحقوق الانسان وكذا هي المنظمة الوطنية الدولية الحقوق الانسان هنتعرف عليها اكتر النهاردة بما عد يفنى الاستاذ سامير خاطر رئيس لجنة تقصي الحقائق منظمة الوطنية الدولية الحقوق الانسان والأستاذ الدكتور شحاتة بوزيد شحاتة أستاذ القانون الدستوري ورئيس المنظمة الوطنية الدولية للحقوق الإنسان وخصوصا أن هم ليهم هم حيوضحون أن هم ليهم دور كبير في شرح اللي حصل في بورسايا طيب ومن يومين تم تسليم مقر نقابة الدعاء طبعا عارفين أهمية الدعاء وأن هي بتمثل جزء كبير من الشعب المصري مع كسرة عدد الدعاء أكيد لازم يكون فيه نقابة ولازم يكون فيه قواعد للدعاء هيكون معنا النهاردة دكتور عبدالغاني هندي خبير شؤون الدينية والمتحدث باسم نقابة الدعاء الناس كتير قوي شباب صغير وكبار في السن ابتدوا يبقوا عندهم أو ابتدت تظهر ظاهرة أن أنا عظمي بوجعني أو مشكلة العظام مش للقبار بس زمان كنا نسمع آه لما بيكبر في السن يبتدي العظم هو يوجعه أو يبقى عنده الغضروف أو كذا لا دلوقتي كان بقى الصغير وكبير بيتعرض لمشاكل العظام عندنا فقرة خاصة عن مشكلة العظام والدكتور علاء الدين الزهيري الأستاذ جراحة العظام والعمود الفقري بكلية طب جامعة قناة السويس وطبعا حاجة بتهم بقى المرأة المصرية النهاردة هيكون معنا دكتور إناس مكاوي مؤسس حركة بهية يا مصر ده كله طبعا عشان المرأة المصرية ودورها في المجتمع وهنشوف بقى هيكون للمرأة المصرية الفترة اللي جاية النهاردة أنيسات وسيدات احنا مع بعض ستات النهاردة وانت هتروح بدر النهاردة لأ النهاردة عندكم مسيرة آه فيه مسيرة آه مجلس الشعب بتنادي انه يبقى الدستور إن المرأة للمرأة في الدستور القادم وإن المرأة يعني مفروض ان هي تشارك في وضع الدستور المرأة الحقيقة المفروض تبقى موجودة أساسا أكتر من كده في المجلس الشعب لكن يعني نقول الحمد لله الحمد لله نروح الفقرة اللي جاية طبعا والبداية لفقرة الصحافة والكاتب الصحفي عماد الصابر نائب رئيس تحرير جريدة القرامة نهاركو دايما يا رب سعيد